أو أن حاجة بتقول لنا هذا كلام عشان نسمة يعني ده الكلام العلمي بقى بضبط إحنا الحقيقة علشان نتكلم على حاجة نوصي بيها لازم يكون فيه دراسات معمولة بمستوى بنسميه evidence based medicine يعني لازم يبقى فيه دراسة معمولة multi center على مجموعة كبيرة من المرضى ثابت فعلا فيها فاعلية حاجة زي كده وبالتالي إحنا كمان مش محتاجين مناعة قوية إحنا محتاجين مناعة متوازنة وكفيلة بالرد على الاحتياجات المطلوبة وعلشان ده يحصل مفروض أن الواحد يعيش حياة صحية محتاج أنه هو يشرب ماء كتير وأنه هو يتغذى غذاء صحي أنه هو يلعب رياضة أنه يمتنع عن التدخين وأنه يمتنع عن الكحوليات أنه ينام فترة كويسة وأنه هو يعني يكون في حالة مزاجية كويسة بدون ضغوط نفسية هي دي الحاجات اللي الحقيقة ممكن تفيد المناعة وتوصلها إلى مناعة متوازنة نقدر نستفيد منه أما المناعة لو ضعفت فهيحصل أمراض نقص المناعة ولو زادت فهيحصل أمراض زيادة المناعة لأمراض مناعة ذاتية والحساسية عظيم أنا أشكركم شكرا جزيلا ده دور الأساسية